تعريف العملية process of increasing the response to a stimulants خاصة شو زيادة الاستجابة الخلوية لجزيئة محرضة بسبب زيادة عدد المستقبلة فهذا التعريف هذا القاموس كتير رائع كقاموس يعني الكتروني هذا الموقع صلو من 1828 على أساسي هاي الكاتبين هنا شوفونا يا بالله وهي البعض تلكون رابط الموقع معناته شو عميقلو للكون هون هون صرنا بالله قلنا نحكي على هاي العملية حتفظوا لي بالتعريف تبعها انه هي عملية شو زيادة بعدد المستقبلة المستجيبة لمحرض ما فبسي عندي زيادة الاستجابة الخلوية لشو؟ لمحرض جوزيئي ليه؟ لأني زدت المستقبلة يعني على سبيل انه مثلا انا طلبت منك مثلا تحضري لي 100 آلي بقاته طيب اذا كان عدد العمال اثنين بجوز بدي مثلا 3 يام لأحصل على هالكمية طيب اذا جبت 20 عمل اضافي صرت احصل على الكمية بسرعة اكبر فمشان هاي تحيسير في عندي شو زيادة بي الحصول على المنتج انا بدي يأزززت بتعدن مستقبلة فحطوا عليها انه عبارة عن خلوانا مسلا نقول عليها تنظيم التنظيم التنظيم محرد مسلا تنظيم بالرفع ما بتزبط لا صراحة نسيت شو كانت انترجمة بالوراسة حاولت ارجع للكتاب معا ما طلعت معي فازال ايات لكم ياها لانه انسألت عنا صليم صليم انسألة عنا مرتين وما كنت لقيلة جواب فازال ايات لها ان شاء الله ببعت لكم لها اليوم من فالمهم انه نفهم بس شو هي انه يعني عبارة عن عملية تهدف الى زيادة عدم المستقبلات من دون تغيير شو تراكيزي هالتراكيز الدقمي هلا بالنسبة للهرمون الدرقي هاي المعلومة كتير بيحبها الدكتور أرساد بالغضاء للأطفال هلا عنكم مو بس هو هذا السؤال الوطني او السؤال يعني يفحص بشكل عام انه هرمون الدرق متطلب للنمو السوي للجنين والطفل تمام مشان هيك قصور الدرق تظهر اعراضه بالطفولة including the central nervous system جهاز العصبي المركزي فيا يعني عن طريق فيا انتبه فيا يعني عن طريق تحريض انتاج هرمون النمو in synergism with cortisone شوية synergism مرة معنا كلمة تشبهها ممتاز بالتقاضي يعني يعني فانتبهوا لي بالله انه مشان هيك هرمون الدرق ازا ما تعالج قصور الدرق الخلقي بسي في عنا شو تخله في عقلي هلا الregulation عندي التنظيم هون يعني هون كل اسمه هرمونات بقى ما في كتير معلومات حنمروي سرعة هلا الاكسترا سيروت شوية اللي رمونات خارج الدرق اللي بتنظيم عندي TSH بتجي من برا الادرينالين كذا البرستغلاندينات حاطي لكم والتي ثلاثة انترا داخل الدرق ازاكر انترا كمان انو صار في لبس المرة الماضية انا كان اصدي انترا اولا اي انتر ادخل بالانجليزي تمام فالانتر بال اي هي اللي داخل بس الانترا هي داخل كلاحقة كسابقة والانتر بين كمان كسابقة كان لازم انا ما اقول هذيك تبع الانجليزي ما لا مهمة اللفص اين كنا انا وسطر باك تمام هلا عملو لكم انو هدول الهرمونات بروستا غلاندينات الى اخره سينسيس وولف ايوه هذا التأثير شايكوف هذا التأثير حلو والله نسيت شو كان تأثير حلو كتير هذا بدنا يعبي حدا تذكره من الغدام لا انا بتذكر انه هو مضخة اليون بس بلا دايق شوي اوتو ريجوليشن اللي بين قوسين فوق شوي يعني انتبهو اوتو ريجوليشن تعم تنظيم ذاتي اذا كلهم في واحدة خربطت بين اوتو اوتو ايميون واوتو شو كانت التانية بين المعصبي الزاتي وبين المنع تعم جود بازيدو هذا ما ما ليس معنى فيه او بازيدو بجوز نفسه له علاقة بشو كان اسمه هذا دا بازو كانوا يسموه من زمان تبع الدرق بس ما مهم هذا ما ليس معنى فيه بس الاول واحد اللي جهتميت لكم فيه لانه موجود بكابلة يعني اللي بيحب ياخدو كمعلومة الماش هو عبارة عن اوتو ريوليشن كمان ظاهرة التنظيم بزعتي تمام لما يكون في عندي كميات كبيرة من الود مثل ما قالت يعني عليك فتتصبت فيتصبت اسطناع الهرمونات الضرقية ضمن الاجربة تمام فانتبوري له والله هذا حلو هذا يعني موجود بكابلة فمش هكتما فيه التعلي ما مارير مش عنه كبلا ما ليس معنى فيه غضية ولا موجود هلأ هنكمل زري زبري فاريينج شو يعني فاريينج فاريينج جاي اسم طو كاملو ريجل ممتاز تنوع بالحساسية الضرق بالغض الدرقية بالاستجابة من صريات الليوت المتاح ممتاز تنوع بحساسية الدرق للت اس اتش في الاستجابة رائع الزيادة بهي النسبة زيادة بنسبة تي ثلاثة لتي اربعة امتى امتى بصير هالزيادة بحالة تعوز اليوم واخر شي يعني معفيش يجدي دي سبايت شواني دي سبايت تم يعني بصير عندي الزيادة بفعالية هذا المركب بريفير الخمسة مدري شو في حالات قصور الدرق تم هاي الزيادة بفعاليته تزيد اصطناع تي ثلاثة بالرغم من انخفاض مستهات تي اربعة يعني هي معلومات بصراحة شوي دقيقة ما حتلاقوا انه كميات التوضح بهالمرجع خورها فيه ما بتلاقوا موجودة ولا بمادة عنها يعني بالغداد ما كانوا بالفيزيولوجيا ما كانوا مكتوب فمشان هيك حتلاقوا معلومات ما لكم سمعني فيها شي بواحد اول مرة بسما فيها هلا بالنسبة لا هلا بقافتنا شوي بالسريلي اختبار تلمعنا نحن هون لقو يعني عم ناخد معلومات قدر مستطاع بس ما فينا نركز كل شها المعلومات هلا ازا اعطي هذا القسم المرجع بشكل تدريسي يعني علمي كتير لحي في الاعطاء 180 درجة وسهلا نحن نركز اللغة تقييم الدراق شو حاطي لكم ما فيك كلمات جديدة نفسهم تكرروا معنا بس كلمة ابتك شو قلنا عليها نيكليار ابتك دعم قبض انتبه ما بترجم ابتك غير قبض تمام والمانيتور تعرفوا انه يعني مراقبة هلا علجنا بال تي اس اتش ثير جينيريشن تي اس اتش هلا كلمة ثير نيات المخبرية المستخدمة انا هكذا فهمت وقتها يعني حاولت اني اصام شو هيا كأنه العلاقة بالاجيال المستخدمة يعني الطرق المخبري المستخدمة فعملو لكم انه هو افضل اختبار لتقييم الوظيفة الدراقية هلا بحالات فرض النشاط الغد الدراقية هلحي لقلكم على الاولي والسانوي الفرض النشاط الاولي هلا اوقات بتلاقوا فرض النشاط مكتوب فرض الدراقية يمكن بالمعجة منطبين واحد فرض الدراقية عنا اكتر شي متعارف على فرض نشاط الدراق اذا بتحطوا ترجمة حرفية باي مرجع طب يكتبون فرض نشاط الغد الدراقية بس نحنا عنا ببناهجنا اكتر شي فرض نشاط الدراق بس شو ما شفتوا صح تلقيم راجعة سلب ممتاز ننتبه للك بسبب زيادة شو شو ننترجم شو احلى ترجمة جائلة ممتاز رائع جائلة لا جائلة غير جائلة لا تحطوا له ما في احلى ممتاز رائع الجائلة في الدورة اوقات بتجي مستويات الهرمات الجائلة من هدول هلا السيكان شو عندي الثانوي زيادة تي اس اتش شو بيصير تؤدي الى زيادة هلا الهايبو كمان نفس الحكي يعني قطشوا قطشوا شوي معي الاكتر حساسية بالنسبة للبدئي كمان نفس الشي فيد باك وكذا السطر اللي بعده الثانوي اللي حابب تركان عليه هون كمعلومات علمية انتو هلا صار في عن ترجمة الترجمة فيكن ترجعوا هلا تكررون تكتبو اذا تكون شي ملاحظات من هلا تي اس اتش بالسي كاندري is low or normal شو نفهم is low or normal with variable response وكذا كذا نحاول بقى نقسم جيم لأول شي يكون تي اس اتش طبيعي ومنخفض مع استجابة متغيرة ب تي ار اتش متابدة على يعني القصة اللي بتعتبد على انه هو الموقع الآن ها 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 هون بعبدي انت قتلين القصة اللي يعطي القصة اللي يعطي هي سي لامين يعني هلا انا عندي variable response to تي ار اتش depending on كذا كذا صفحة تي اس اتش او نورمال هاد الحكي والباعتمد على الموقع الآفة موهيك هلا انا بدي انه نقول انه مع استجابة متغيرة ومتباينة تي ار اتش يعني هاي كل يعتش اجت مثل صفاء معتمدة على الموقع الاذية ممتاز او الآفة مقع الآفة حلو بس يعني التأسيمات نحط ببعنا اول تأسيمة تي اس اتش ازلو اور نورمال هاي ترجبنا هاد نخنا ويس شو مع استجابة متباينة ومتغايرة لا تي ار اتش حطينا طبعا معتمدة الاستجابة على شو موقع موقع تمام نقسم اجزاء الجملة هلا ال هلا ال كمعلومة بيقول لكم انه بالسيكندري هو بيكون شو تي اس اتش بالعادة نحنا بيعطونا اياها انه مو نخفض تمام بس هون يعني اصدها المعلومة ما لح تلاقوها مسلا بمحاضرة او شي غالبا يعني بيحطوها منخفضة او بيحطوها طبيعية بس ما ما بيهتموا بالتفسير تمام بس يعني غالبا هي ناخدها نحنا بمحاضرات عشان ما حدا يتخربط يعني لانه بصراحة اوقات المعلومات الشوية الخارجية عم تخربت بالطالب بالانتحان فانتبهولي بالله لها القصة كاللازم نوية عليها من البداية يعني انت قد تكون فهمان جدا عندك معلومات اكتر من يلي جاي اكتر منك عشر علامات أو عشرين علامة بس هو ما اعتمد على معلومات المحاضرة بشكل حرفي انت بتعرف شوية زيادة او شي او كذا بتتخربط مع مطلوب بالنسبة للجرام فانتبهولي هالقصة هلا مو بس لهالفكرة بشكل عام هلا الفري بالنسبة للت ثلاثة ارواق ستاندرد اسيسمين شوية ستاندرد اسيسمين تمام المرجع المعياري يعني التقييم المعياري لقياسات وظيفة الدرق شوه تي اس اتش او ساير فانكشن عفوان التقييم المعياري لوظيفة الدرق يقيس تمام التي اس اتش وحالة ضرورة نتبهوا دول مثل ما يبين معطريضتين هاية تي اربعة الحر او هاية تمام هلا الفري تي ثلاثة عملو لكم شود انتبهوا هاي المعلومة حلوة امتى لازم نطلب التي ثلاثة شو عن سبسيت اخدناها المرة الماضية مجموعة ثانوية شك تمام بشغله اجمل مع اشتباه بمين بفرض التي ثلاثة او وجود انسيمان بالتي ثلاثة يعي الحالة الوحيدة انا بطلب فيها تي ثلاثة فرض نشاط درق وشاكين نسبة بتي ثلاثة بتصير بتصير هاي بحالات انا ارتفع تي ثلاثة لحاله هلا بتمر معنا هلا بيحطوها حلوة هاي كمعلومة تي ثلاثة 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 يتم تصبيطه تي ثلاثة او يجب عفوا ان يكونوا مصبطا يعني بحالة هون شو عمقا نحن ندرس الفرض هم يحكو على الفرض اه 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 ها ها حذروا هنه هون عم يحكو لسه حذروا على انوحالة يالله يا شاطري هاي جبنة الاخيرة عائدة على مين